خليني الأول أقول لك أنه دي حاجة مهمة أوي أنه زملائنا الأعزاء في القاهرة الإخبارية يجروا أو يتم من خلالهم إجراء هذا الحوار مع الفريق أول عبدالفتاح البرغان رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية طيب مهم ليه لأنه إحنا بنتكلم هنا على السودان اللي هو مش بس بلد عربي إحنا بنتكلم على البلد اللي بتجمعنا معاه الحدود المشتركة ده واحد اتنين بتجمعنا معاه تاريخ هو الأطول ما بين كل دول العالم العلاقة ما بين السودان وما بين مصر فعلا هي العلاقة التي تمتد إلى ألاف السنين وبالتالي اهتمامنا بالسودان ومن ثم اهتمامنا بهذا الحوار الهاتفي الذي جرى عبر قناة القاهرة الإخبارية يعني بنوليه أهمية قصوى ويحلل ويعلق عليه ويتعمله زي ما بنقول كده تحليل للمضامين تعالي نبدأ بالجزء الأولاني وهو أنه أولا الفريق عبد الفتاح البرهان يعني تقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وثمن الجهود اللي بتقوم بيها مصر وكل الشعب المصري على اللي تم تقديمه من دعم للشعب السوداني خلال هذه الأزمة أو الأزمة الراهنة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في حواره مع القاهرة الإخبارية أكد ودي حاجة مهمة قوي على إيه بقى ثبات وعمق ومتانة العلاقة ما بين البلدين الشقيقين زي ما كنت بقول لكم دي الأوداء الحوار الهاتفي أو التليفوني اللي حصل ما بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان وزملائي فيه القاهرة الإخبارية أنا عايز أستأذنك أنك تشوف ونسمع تحديدا مع بعض مقاطع صوتية لهذا الحوار الهام جدا وبعدين نرجع نتكلم واحدة واحدة أولا هذه فرصة طيبة أننا نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل حكومة وشعب مصر هم ليسوا بغرباء عن السودانيين وكرمهم واستقبالهم للسودانيين قديم في كل ما نحن تصيب السودان هم أقرب ناس هم دوما إلى جانب الشعب السوداني نحن نحييهم وشكرهم وهذا الأمر ليس غريب عنهم وليس ببعيد منهم لهم الشكر وهم التقدير